طيب وحللوا هذه الخيوط المتشابكة مع ضيفة من بيروت الدكتورة إيمان شويخ الكاتبة والباحثة السياسية سعيد باللقاء دكتورة إيمان أهلا بك معنا على شاشة الغد سيدتي بعيدا عن الأقوال المتضاربة حضرتك في بيروت كيف أضحط بيروت بعد يومين وأكثر ربما من هذا العدوان الإسرائيلي السافر على أراضي لبنان كيف باتت كيف حال الناس مسألة النزوح من بيوتهم كيف تتم ما قدر التداخل والتشابك والتعاون وتقديم المساندة من كل لبنان إلى ما يدور في الضاحية الجنوبية على وجه الخصوص فضلت مساء الخير لك أستاذ محمد ولجميع مشاهدي القناة الغد طبعا المشهد في لبنان مأساوي نحن في حرب حقيقية ولو أن إسرائيل لم تعلن عن ذلك وهي لا تزال تضع ما يحصل في إطار حملة عسكرية من أجل القضاء على حزب الله وطبعا إضعاف قدراته من أجل بطبيعة الحال تحقيق الهدف الأساسي من هذه الحملة وهو إعادة سكان الشمال إلى لبنان ولكن إذا ذهبنا إلى المستوى الشعبي سواء البيئة اللصيقة بحزب الله وتلك التي ليست لها علاقة بكل ما يحصل ولكن قدر لها أن تكون في الجنوب وأن تحسب من ضمن هذه البيئة فأن الأمور طبعا مأساوية جدا لأن هؤلاء والغالبية منهم هم لا ينتمون بشكل مباشر لحزب الله هم تركوا لمصائرهم لأقدارهم البعض منهم بقي أكثر من عشر ساعات على الطرقات في ظروف مأساوية جدا لم يكن هناك أي دولة تحميهم أو أي تنظيم أو حزب يؤمن لهم المستلزمات الضرورية من أجل الوصول إلى أماكن تؤويهم هذا المشهد ربما يذكرنا بما دار في أثناء العدوان أحد عشر شهرا من العدوان على غزة منظر أو مشاهد التهجير القصري وبالقوة بالجبريا دكتورة إيمان يعني أعتقد مشاهد قصي على قلوب الكثيرين وعقولهم أيضا وتكتب في التاريخ المعاصر دكتورة إيمان السؤال كيف هي اللحمة اللبنانية هنا لاستيعاب الأمر وأتحدث معك بعيدا عن مسألة الحكومة اللبنانية وما قدمته هي تقوم بما تستطيع أن تقوم به لكن على المستوى الشعبي عذرا لم أستمع إلى الكلمة التي استعملتها أي كلمة دكتور طيب أعيد عليك السؤال استعملت كلمة قلت لي هل قلت النخبة لا 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 ليست النخبة سأعيد عليك الأمر دكتور إيمان أنا أتحدث عن هذه المشاهد التي تبدو للعقل والقلب أنها مأساوية مسألة تهجير الناس أو أن يتركوا بيوتهم أحلامهم ذويهم حتى أمر مفجع وتبعناه مع العدوان الإسرائيلي على غزة مشاهد التهجير بالقوة بالجبر التهجير للقصر السؤال لن أتحدث عن الحكومة اللبنانية أتحدث عن اللحمة اللبنانية الشرع اللبناني ما الذي يقدمه للضاحية الجنوبية وأهلها في أثناء عملية النزوة هل من أماكن الاستيعاب هذا الكم من الأعداد الدكتورة المستشفيات وماذا فيها أيضا تقديم العون والمساعدة الضرورية ربما في هذه الأوقات أتحدث معك عن اللحمة في الشرع اللبناني طبعا أولا هذا مشهد يحمل كل معاني الإذلال لشعب لا حيلة له بكل ما يحصل شعب يعاني أزمات يعني بدأت بالانهيار الاقتصادي مرورا بانفجار مرفأ بيروت وغيرها الكثير من الصدمات التي لا تنتهي والتي طبعا تقض مطجع المواطن اللبناني بالنسبة للتضامن الشعبي والتضامن بين المواطنين فهو أمر اعتيادي واعتاد عليه اللبنانيين بالرغم من كل خلافاتهم السياسية وبالرغم طبعا من محاولة الطبقة السياسية أن تدق اسفين يعني وتبعد بين هؤلاء من أجل أن يؤدي ذلك إلى تقوية نفوذها ولكن هذا الأمر طبعا لم نراه بالأمس كان هناك نوع من التضامن وهذا لا يكفي لأن ما حصل بالأمس يحتاج إلى إمكانات هائلة جدا أقله يعني أن تكون الطرقات قادرة على استعاب هذا الكم مئات الألاف من السيارات وقادرة على إعطاء هؤلاء مقومات الصمود ريثما يصلوا إلى الأماكن الإيواء وخاصة المسنين منهم والمرضى والأطفال وبالتالي التضامن بين المواطنين لم يعد يكفي في مثل هكذا ضرف يمر به البلاد بحرب بكل ما للكلمة من معنا وأعود وأكرر أنه إذلال للشعب اللبناني حين تلقوا هذه الرسائل من إسرائيل وطلب منهم أن يخلوا المنازل في ساعات طبعا هذا الأمر يذكر بما حصل بسكان غزة المطلوب أن يكون هناك دولة أن يكون هناك حكومة أن يكون هناك تخطيط أن يكون هناك تنظيم أن يكون هناك فعلا تعويض لهؤلاء لأنهم لم يختاروا الحرب ولم يقولوا طبعا للأطراق التي تحارب الآن أنه نقطة محورية طبعا أن تقصدي بهذه الكلمات أن الدولة عاجزة الدولة مقصرة والدولة عاجزة وأكيد لا يوجد أصلا لا يوجد أستاذ أستاذ محمد لا يوجد نحن لا نعيش الآن في كنف دولة لا يوجد دولة في لبنان نحن في ظل مزرعة في ظل مجموعات تدير أنفسها في ظل أحزاب تتصارع من أجل البقاء والتقوية اسمحي لي يا دكتورة هذا نقطة حساسة وشائدة يؤدي إلى نتيجة مفادها أن المواطن اللبناني يعيش ويحكم نفسه بنفسه جيد هذه نقطة شديدة الحساسية الآن تعتبر الدولة في حالة حرب يا دكتور إيمان أليس كذلك؟ فمسألة إلقاء اللوم على الحكومة أو على الدولة اللبنانية حتى لو كانت عجزة كما تفضلت بذكر ربما من بوابة التحليل السياسي الأوسع لكن نترك هذا الحكي أو الحديث كما يقال بعد انتهاء الغمة أو هذا العدوان الإسرائيلي أنا لدي نقطة تفصيلية معك يا دكتور إيمان أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودغيون وصل إلى الأراضي اللبنانية ما هي طبيعة الرسالة التي جاء بها وكيف تعلقين دكتور إيمان على الموقف الفرنسي؟ يعني دوما فرنسا تتغنى بأنها قلبا وقالبا مع لبنان أين هي الآن في هذا العدوان يا دكتور؟ طبعا هناك علاقات تاريخية تحكم يعني العلاقة بين فرنسا ولبنان وفرنسا كان لها الفضل في القرار 17-01 الذي أدى إلى 19 عاما من الهدوء بين لبنان وإسرائيل ولكن فرنسا لا تقرر هي تفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولفرنسا أيضا مصالح في الشرق الأوسط ولبنان هو بوابة لها إلى هذه المنطقة وبالتالي الزيارة بالأمس كانت شكلية لا يعول عليها لا تستطيع فرنسا أن تقرر في مثل هكذا لحظة حساسة أخذ فيها نتنياهو قرار توسعة الحرب وشن عملية عسكرية وقتل المدنيين والأطفال والنساء لا يمكن لي فرنسا أن توقف نتنياهو عن ذلك القرار هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية إنما كان هناك أعتقد نوع أولا كما قلت لك من التعاطف الفرنسي الذي هو موجود في كل الأزمات طبعا بعد انفجار مرفأ بيروت أتى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى لبنان وبالتالي هذا الأمر ليس بغريب على فرنسا ولكن على المستوى العملاني والعملاتي لا يمكن لفرنسا أن تحرك ساكنا بعد أن فشلت كل الجهود الدبلوماسية والتي كان آخرها زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين ونقل بكل صراحة التهديدات وبأنه إذا لم يقبل حزب الله بهذه التسوية وإذا لم تتمكن الحكومة والقوى السياسية من إقناع حزب الله أتراجع إلى موراء الليطاني والقبول بالتسوية السياسية حينها ستكون أمريكا مضطرة للدفاع إلى جانب إسرائيل وبالتالي أعتقد أننا سنرى مثل هكذا زيارات تضامنية ولكنها لا تجدي نفعا إنما الآن ما يغير في المشهد الدموي الحاصل اليوم هو قرار نتنياهو وقرار الولايات المتحدة الأمريكية ومساعي الإدارة الديمقراطية التي أعتقد أنه بدأت تتسع ورقعة الخلاف أكثر فأكثر بين نتنياهو ورئيس الحالي جو بايدن طبعا نتنياهو يعول الآن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وهناك رؤية مختلفة لترامب في إدارة هذه الحرب سواء في غزة أو في الضفة الغربية والآن في لبنان وبالتالي نحن قد نكون أمام أسابيع وربما أشهر إلى أن تتمظهر الصورة ونعلم أي استراتيجية فعلا ستلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية في ضمن أيضا إرسالها للمزيد من الحشد العسكري وسنرى أيضا أكثر من هذه الحشود العسكرية في المقبل من الأيام برأيي طيب يعني بمنتهى الاختصار أنه زيارات لا تغني ولا تتمن من جوع هذه الزيارات الفرنسية طيب دكتورة إيمان حضرتك خيط مما ذكرتي عن مسألة المنشورات التي تلقى على الأراضي اللبنانية وكلها في خاخ كما يقال حزب الله يعني أشار إلى أنها خطيرة للغاية وهناك أيضا مكالمات سواء على الهواتف الأرضية أو النقالة على المبالات دكتورة إيمان كيف تعامل الشارع اللبناني مع هذه المنشورات يا دكتورة تعامل طبعا بخوف وبقلق هي المرة الأولى ربما التي تحصل مثل هكذا اختراقات لشبكة الاتصالات والتي سبقها اختراق كبير لشبكة اتصالات حزب الله هذا الأمر بطبيعة الحال أثار الهلع لدى المواطنين الذين هرعوا وهربوا من أماكن سكنهم وبالتالي لا يمكن القول سوى أن كل الحرب النفسية اليوم التي تقوم بها إسرائيل تؤدي إلى المزيد من هبوط المعنويات لدى الشعب اللبناني الذي يعاني الآن من خسارة الكثير من المدنيين هم يخسرون أرواحهم بسبب الضربات التي تقوم بها إسرائيل وبالتالي مثل هكذا حرب نفسية وأعلامية تقوم بها إسرائيل وهي تخدم أهدافها وتخدم أجندتها هي لا تعود على الشعب اللبناني سوى بالمزيد من المآسي والكوارث والحالة النفسية المزرية أعتقد اليوم أنه لابد من تحرك عاجل من قبل الحكومة اللبنانية التي هي صورية لتضع حد لهذا الصراع لإقناع حزب الله القبول ربما بالتسوية ولكن الأمر الآن بات بيد الرئيس الإيراني الذي تحدث وكأنه ينتظر شهادة حسن سيرة وسلوك من الولايات المتحدة الأمريكية ويقول أن إيران ليست المحتلة ويتحدث ولا كأنه هناك حرب تندلع الآن في لبنان ومدنيون أبرياء يقتلون وجرحى ونزوح بمئات الآلاف إيران هي اليوم هي طبعا التي تتحمل ما يحصل هل سيكون هناك جبهة إسناد للجبهة اللبنانية التي باتت أساسية كما قال مسعود بزشكيان الآن منذ قليل أنه نحن نريد السلام ولا نريد الحرب والسؤال لماذا فتحت هذه الجبهة إذا كانت إيران فعلا لا تريد الجواب هو أن إيران تقسم الأدوار وللأسف فأن نصيب بلنان هو أن يكون هو الذي يحارب من أجل تقوية الأوراق التفاوضية لإيران والتي طبعا عبر عنها منذ أيام بأنها مستعدة للتفاوض مع الشركة أو مع الأفريقاء من أجل الملف النووي علامات كثر وتعجب واستفهام ما حقيقة الموقف الإيراني بالضبط السياسة الإيرانية ربما هناك فيها بضعة تغييرات مع الرئيس الجديد لنعلم ربما ننتظر من الوقت الإجابة على هذا السؤال أشكرك جزيلا الدكتورة إيمان شويخة الكاتبة والباحثة السياسية شكرا جزيلا لك وأنوه إلى ما ورد منذ قليل عجلا أن رئاسة مجلس الأمن أعلنت اجتماع المجلس يوم الأربعاء بشأن لبنان